كمان تعرف من دمني الأسئلة اللي سألتها له في اللقاء معاه وانا كنت شايفة انه اللقاء مصمر جدا كمان كيف تم التفاوض معاه نقطة مهمة جدا الناس لازم تعرفها وبأكد عليها تاني ان الكابتل محمود الخطيب وإدارة مجلس إدارة النادي الأهلي اشترطت عليه شرط أساسي انه مش هيكون موجود في النادي الأهلي وان كمان مجلس الإدارة مش هيفتح معاه اي موضوع في التفاوض بالنسبة لمدة العهد او التعاقد الرسمي بالنسبة للمرتب الا لما يكون فيه موافقة رسمية من رئيس ساندونز اللي هو المنتقل منه يعني هو طبعا عمل عقد نسة من شهور عمل عقد 4 سنين مع ساندونز فدي كمان لفتة يعني مش هقول لفتة طيبة لكن هو ده النادي الأهلي بيشتغل شغل احترافي باحترافية كبيرة الراجل مرتبط بعقد وبالتالي ما كانش ينفع ان مجلس إدارة النادي الأهلي او المسؤول عن ملف هذا المدرب انه حتى يتفاوض معاه غلا ما يرجع الأول هو الرابل حسم أمره وكان قال له راح لرئيس النادي قال له انا من يعني هتلك عشر بطولات خلال الثمان سنين اللي فاتت انا من حلمي ان انا اكون موجود في النادي الأهلي وبالتالي كان مهم كمان ان الجزئية الناس تعرف الجزئية ازاي تم التفاوض مع موسيماني اشتركوا في القناة